صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الشهداء بين يديك روحي وأرواح العالمين لك الفدى يا مظلوم يا غريب كربلة ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم روي عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لا تسب المختار فإنه أخذ بثأرنا وقتل قتلتنا كما وعدنا في الليلة قبل الماضي أن نكمل حديثنا حول ما قام به المختار من أبي عبيد الثقفي رضوان الله عليه هذا الإنسان الذي أثلج ولو بمقدار ولو في الجملة أثلج قلوب العلويين يعني السادة الأطهار وأثلج قلوب شيعتهم لأن نحن نعلم بأن قضية الأخذ بالثأر طبعا هذا في الدنيا وعذاب ربك كما قرأنا الآية الكريمة ولهم في الآخرة عذاب عظيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية الكريمة فالمختار رضوان الله تعالى عليه أثلج قلوب أهل البيت وقلوب شيعتهم وإن كان الثأر الأكبر والمطالبة بحق الله وبدم أهرق في سبيل الله لأن قضية بعض الناس لا بس إشارة مختصرة لعله أشرت أنا في الليالي السابقة لأن بعض الناس قد لا تعجبه كلمة ثأر بالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويدعي لعدم اطلاعه إما على اللغة وإما عدم لجوئه وركونه إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأن كلمة ثأر من الأمور الجاهلية وليس في الإسلام ثأر وهذا كلام خلط ها الثأر في اللغة معناه الدم ونحن عندنا أن الذي يقتل ظلما الله سبحانه وتعالى قد جعل ومن قتل ظلما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل هذا السلطان يعني ما هو يعني هو حق له بالأخذ بدم الذي قتل وهو ولي الدم فإذا كان هذا الدم الذي أريق في كربلا أريق في سبيل الله والذين أراقوا هذا الدم في كربلا إنما أراقوه عداوة لله وما أراقوه عداوة شخصية إنما حاربوا الحسين كما تعلمون لأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يستطيعوا في حياة المصطفى أن ينالوا من المصطفى صلى الله عليه وآله فأظهروا كل حقدهم بعد غياب رسول الله صلى الله عليه وآله على ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا الدم الذي أريق في أرض كربلا دم أريق لله فإذا كان الدم أريق لله والذين أراقوا الدم أراقوه عداوة لله إذن صاحب الثأر من يكون صاحب هذا الدم من يكون لأن الثأر معناه الدم صاحب هذا الثأر هو الله تبارك وتعالى ولذلك نقرأ في الزيارة السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره إشارة إلى أن هذا الدم قد سفك في سبيل الله والذي سفكه أعداء الله قتلوا حجة الله على الخلق ولذلك المختار رضوان الله تعالى عليه كما أشرت في حديث السابق عن المختار كما يظهر وأشار إلى ذلك وذكر ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه في كتابه معجم رجال الحديث عند ترجمة المختار أثبت من خلال البحث بأن المختار كان صاحب عقيدة سليمة وأن المختار الروايات التي مدحته صحيحة والروايات التي طعنت فيه وذمته ضعيفة وأن الذي يظهر من الروايات بأن المختار رضوان الله عليه كان عنده إذن خاص وسري من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه باعتبار أن الإمام زين العابدين هو ولي الدم فإن المقتول هو والده فهو ولي الدم على كل ما قام به المختار يثلج القلوب ولو غضمضنا النظر عن كل شيء فإنه يكفي للمختار في عمله أنه قتل قتلت الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين وعلى آل الحسين وقتلت الذين قتلوا أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين وروعوهم وفعلوا معهم ما فعل وبلا إشكال أهل البيت صلوات الله عليهم لابد مجازوه على هذا الفعل فهم أهل الجود وهم أهل الكرب في هذه الرواية التي افتتحت بها الحديث الإمام سلام الله عليه الإمام الباقر يقول لا تسب المختار فإنه أخذ بثأرنا وقتل قتلتنا يفهم أو يستفاد من هذه الرواية بأن المختار كان معرضا للسب ولذلك ذكرت أنا بالأبو الأمس ذكرت بأنه حاولوا أن يطعنوا كثيرا على المختار وجهوا إليه التهم وذكرت التهم التي وجهت واختصرناها بأربعة ورددنا عليها رددنا على تلك التهم التي وجهت إلى المختار لأن المختار أعمل سيفه في أعداء الله يعني إش تتصور تتصور أن أعداء الله سوف يسكتون ها؟ لن يسكتوا عن المختار سوف يخلقون التهم إلى الآن لحد الآن كم من التهم غير الصحيحة ها؟ الملسقة بالشيعة كم من التهم غير الصحيحة الآن تنزل وصلنا في عصر نحن في أي عصر في عصر اللي أنت يمكنك أن تعرف الأخمار في أقصى العالم من أقصى العالم إلى أقصى العالم في ثواني ها؟ هذه برامج التواصل والمعلومات والأنترنت وما شبه ذلك الآن تتكلم مع شخص في أقصى الدنيا تراه صورة تسمعه صوتا ها؟ هذه ما كانت سابقة لحد الآن تشوف مثلا تقرأ على بعض الصفحات مثلا التواصل وكذا يقلع لك واحد يمقت الشيعة يقول لحد الآن الشيعة لا يصلون صلاة المغرب ها؟ شنو دليلك؟ قل لأنهم عندهم الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه والشريف اللي عندهم يخرج المغرب فخاف يكونهم مشغولين بالصلاة وما يلحقوا فما يصلون صلاة المغرب بالله بالله عليك مو يضحك الثكلة هره ويؤسف له بعد هالأمور كلها وروح المساجد الشيعة وشوفهم يصلون المغرب ونوافل المغرب وصلون العشاء ونوافل العشاء وصلاة جماعة فهذه التهم سهلة على من لا يخاف الله اللي ما يخاف الله ها؟ وما يحسب حساب يوم القيامة وما يحسب حساب القبر ويحسب حساب عذاب جهنم هالأمور سهلة عليه فاللي يحارب أهل البيت ليس من الصعب عليه أن يخلق التهم والأكاذيب على الذين يناصرون أهل البيت فكيف إذا كانت المناصرة بالسيف فهذا يدلل على أن المختار كان هناك مجموعة يحاولون أن يلصقوا بها التهم ويسبونه لذلك الإمام قال لا تسبوا المختار فإنه أخذ بثأرنا وقتل قتلتنا وذكرت لكم الرواية التي يرويها الكشي رحمة الله عليه صحيحة السند أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال مكتحلت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى بعث إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين عليه السلام فعلا فأفرح صدورهم لكن طبعا الفرح الأكبر هو بخروج الإمام عجل الله تعالى فرجه نحن أيتام أهل محمد في الواقع الذي يخرج وهو الذي يأخذ بالثأر الحقيقي في الواقع هو الذي ينتقم من الظالمين ينتقم ممن فعل ما فعل مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وظلم ما ظلم وظلم أشياعهم وإلى الآن هناك أناس لا زالوا راضين بقتل الحسين ويتحدثون بأن الحسين باغي على إمام زمانه بالله عليك يزيده وصار إمام الزمان وريحانة رسول الله ويقول أنا مسلم عجيب يعني مسلم تنتسب إلى رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله كما روى المسلمون قاطبة مو تقل لي هذه رواية مدعدكم أنت الشيعة لا المسلمون قاطبة رووا بأن النبي صلى الله عليه وآله قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسين هذه كل المسلمين يروح إما تكون مسلم وتؤمن بهذا أو أنا كنت لا والله بس كلام أنا مسلم ولا الواقع الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمون كلهم يروون هذه المعاني الحسين بلا إشكال عند كل المسلمين هو من أهل آية التطهير الحسين سلام الله من أهل آية القربة الحسين سلام الله من أهل سورة الدهر الحسين سلام الله من أهل آية المباهلة مع ذلك يقول لك أنا مسلم والحسين باغي ويزيد إمام الزمان والمشكلة بعض الأشخاص اللي يختلقون الكذب ها اللي يكذبون ومعتادين على الكذب ذول المعالجتهم صعبة لذلك يقول الأديب قل الأديب لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة وحده يطلع حجم ولا يراقب الله ولا يراقب يوم القيامة ولا حساب هذا المصيبة على كل المختار رضوان الله تعالى عليه فتك ها في أعداء أهل البيت بخصوص الذين قتلوا الحسين وصارت الأمور الليلة راح نتحدث عن بعض الأمور التي جرت وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أوحى الله إلي أنه قتل بيحيى بن زكريا سبعين ألف وإنه قاتل بولدي الحسين سبعين ألف وسبعين ألف فالآن هذا العدد الإشارة إلى عدد خاص أو الإشارة إلى الكثرة ومن يقتلوا ممن هم حاربوا الحسين أو رضوا بقتل الحسين أو أسسوا لقتل الحسين أو هيئوا لقتل الحسين أو عبئوا لقتل الحسين عليه السلام كلهم هؤلاء مشمولون لمن يقتل في الحسين صلوات الله والسلام عليه ولهذا نحن إذا جئنا إلى ثورة المختار المختار حكم ثمانية عشر شهر كانت ثورته في ربيع الأول سنة ستة وستين وكانت وكان مقتله ووفاته في سنة سبع وستين في شهر رمضان يعني سنة ونصف تقريبا ثمانية عشر شهرا هذا الحكم الذي حكمه المختار الذين قتلوا على أيدي المختار في الكوفة وحوالي الكوفة ما يقرب من ثمانية عشر ألفا هؤلاء قتلهم المختار ممن شاركوا في قتل الحسين وحاربوا الحسين وذهبوا إلى كربلة حتى من أعانوا يعني بعض حدادي الكوفة بعض الحدادين اللي كانوا بالكوفة يقول لقد أصبحت عريض الثراء من سبب قضية الحسين والهجمة اللي صارت على الحسين حداد لأنه يقول صنعته صيوفا الناس تريد تروح الناس تريد تروح تريد تحصل رضى الأمير وطاعة ابن زياد وتريد منهم يريد يحصل فلوس وأمواله مذاك الذي جاء إلى ابن زياد وخلى الرأس أمام ابن زياد شنو من جايب جايب رأس الحسين قال لأملأ ركابي فضة أو ذهب إني قتلت السيدة المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون النسب التفت تأذى ابن زياد قال ويحك إذا كنت تعلم بأنه خير الناس أما وأبا فلما قتلته قولون ما أعطاه جائزة هذا الواقع هذا الواقع اللي صار أموال ذولة هيئوا وعبوا حتى هذا الحداد لما انتهى عمله من عمل السيوف في الكوفة وصار الجيش ما يقرب على أكثر الروايات صحة واعتبارا أنه بلغ العدد في كربلة بلغ ثلاثين ألفا جاءوا لحرب الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما انتهى من شغله بالكوفة جاءوا به إلى كربلة صنع لهم سكك الحديد التي رضوا بها صدر الحسين سلام الله عليه سكك الحديد هذا على كل حال هذه السكك التي استعملها المختار استعملها في الانتقام من العشرة الذين رضوا صدر الحسين بحوافر خيولهم لأن الخيول قلبت جسد الحسين تذكر الرواة لأن الحسين عندما ذبح كما تعلمون ذبح مكبوبا على وجه سلام الله عليه ها فالخيل قلبته طحنته طحنة لذلك بعض التفاسير والتي أميل لها أنا في شرحها كأني بأوصالي مو تقطعها عسلان الفلوات ولا عواسل الفلوات يعني الذئاب لا كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات العسلان عندما يضرب الخيل بقدمه يقولون عسل عسل الأرض يعني ضرب طحن وأخرج شيئا معه من الأرض عندما يضرب بالأرض ضرب قوي يقال عسل فهذل كأنه إشارة إلى تقطيع جسده سلام الله عليه بحوافر الخيول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات وهذه الأكراش فيملأن مني أكراش هنجوفة وأجربة سغبة كان عاد عند العرب يمرتون اللحم ويضعونه في الأكراش يريد يصور منظر تصوير مؤلم في الواقع تصوير مؤلم قل من يلتفد إلى التصوير تصوير مؤلم إلى كيفية طحن جسد الحسين بحوافر الخيول يعني قضية مو أنه بس مرت الخيول وراحت لا مو مرت مرور وراحت لا لا الخيول طحنت طحن يعني عسلت جسم الحسين طحنته بحيث كيف العرب يدقون اللحم ويضحنون اللحم ليضعوه بالأكراش ليمولوا من سنة إلى سنة أو من موسم إلى موسم هذه الكيفية كانت على جسد الحسين كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات وهذا الرأي اللي أمين له شخصيا في تفسير هذا المعنى على كل فهؤلاء عبأوا وهيأوا لقتل الحسين صلى الله والسلام المختار رضوان الله تعالى كلهم هؤلاء أتى بهم الحداد وجماعة الحداد والذين داسوا صدر الحسين والذين أكلوا من إبل التي نهبت من رحل الحسين واللي أحرقوا الخيام والذين هجموا على الخيام واللي روعوا الأطفال واللي روعوا النساء كلهم كلهم جاء بهم المختار وكما ذكرت أجرى لهم محاكمة علنية أمام الناس وطبق عليهم ما فعلوه في كربلة اللي أحرق بالنار أحرق بالنار اللي قطع قطعه اللي طعن برمح طعنه برمح اللي ضرب بسيف ضربه بسيف وهكذا حتى قتل ما يقرب من ثمانية عشر ألف وهناك معركة اسمها معركة الخازر إن شاء الله أتحدث بها بعد قليل هذه المعركة قتل فيها من جيش الشام اثنان وخمسون ألفا في ليلة واحدة إذا جمعنا اثنين وخمسين ألف مع ثمانطعش يطلع العدد ماذا سبعين ألفا هؤلاء الذين قتلهم المختار ممن قتلوا الحسين وعبأوا لقتاله ورضوا بقتاله ورضوا بقتله الآن المختار لما توجه للكوفة وحوالي الكوفة من جملة من هرب من الكوفة شمر ابن ذي الجوش فنتحدث عننا شوية شمر ابن ذي الجوش انهرب وتوجه إلى جهة البصرة يريد ابن الزبير مصعب ابن الزبير فأرسل المختار خلفه مجموعة بقيادة أبا عمر على ما في بالي أرسل خلفه مجموعة وصلوا أثناء الطريق قبضوا على شخص فالتشوه وجدوا معه رسالة من شمر إلى ابن الزبير يخبره عن الأوضاع في الكوفة وماذا جرى وأمور المختار وهذا فأقر أصر عليه بالإلحاح وبالقوة أقر أين يوجد المختار كان صاير قريب من منطقة البصرة منطقة تسمى الكثانية ها فوصل هؤلاء الذين أرسلهم المختار إليه قبيل الصبح ظاهر كان شمر نايم ها والمجموعة معه فغاروا عليهم قبيل صلاة الصبح وأراد الشمر أن يفلت قبض عليهم قبضوا عليه ضربوه طعنوه برمح وقبضوا عليه والظاهر الإمام يريده حيا المختار يريده حيا جاءوا به إلى المختار حيا أجلسه المختار تدرون الشمر ها وما فعل الشمر قام بأعظم بأعظم جريمة في الكون ها الذي ضرب الحسين سلام الله عليه بعد أن أكبه على وجه ضربه اثنتي عشرة ضربة بالسيف ها قبل أن يحتز الرأس على كلنا المختار أجرى معه محاكمة ومو بس هذه فعلها الشمر الشمر قطع بعض الأيدي الشمر أضرم النار بطرف مخيم الحسين الشمر هجم على مخدرات الرسالة والإمام لا يزال حي عندما خرجت زينب سلام الله عليها قالت يا ابن يا ابن أمي هذه الخيل قد هجمت علينا إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله وصاح الإمام الحسين يا ابن ذيب يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد سدين ما عندكم ومعاد لا تخافون لكن شوية كرامة ما عندكم فارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون عندكم العرب عيب تروعون النسوان وتهجمون على النسوان عيب في قاموس العرب أنه أنه يصير ترويع للنساء فالتفت إليه الشمر قال ما تقول يا ابن فاطمة قال يا ابن ذي الجوش أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليه النسوان فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا فعلا رجع الشمر قال ارجعوا إليه فإنه كفء كريم وصار هو الذي أمور كثيرة جرت منه في كربلة كل ما فعله في كربلة طبقه عليه المختار ضرب بالسيف كما فعل مع الإمام الحسين وأحرق بالنار قل بعض الناس أخذوه وفيه أخذوه كانوا يغلون الزيت وضعوه في الزيت بعض الروايات تقول ورموا جثته للكلاب وعجل الله بروحه إلى النار سنان ابن أنس أيضا قبض عليه المختار أجلسه محاكمة علنية ماذا فعلت ماذا فعل أنس معروف جاء الإمام كان ينوء برقبته ونحن نقرب المصرع الإمام الحسين ينوء برقبته فجاء سنان ابن أنس فطعنه بالرمح في صدره ثم أخرج الرمح من صدره وطعنه في ترقوته ثم أخرج الرمح من ترقوته فطعنه في بواني صدره يعني مو طعنه وحده للحسين لا شال الرمح ويطعن بالحسين شوف الحقد هذا وفعل رمى طفل بالسهم من أولاد عقيل قتله وقطع بعض الأيدها في كربلة بعض الشهداء فأقام عليه المختار الحاد بما فعله في كربلة شون سوى في كربلة سوى معه وهكذا كان يقبض عليهم واحدا بعد واحد ابن زياد لما راح إلى إلى الشام وانقلب الحكم إلى المروانيين بني مروان لأن يزيد بعد واقعة الحرة راح اتهى يزيد بعد قضية الحرة وبعد قضية المكة وتهديم بيت الله ورميه بالمنجنيق وذلك مشكلة مشكلة قل لك خليفة إسلامي شو خليفة إسلامي يضرب الكعبة وششون يعني خليفة إسلامي يضرب الكعبة واحد يقول أنا مسلم ويهدم بيت الله ششون قعد هذا المسلم يعني يجي مثل هذا الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك ابن مروان لي رادي يسوي شغلة فتح القرآن طلعت له واستفتحه وخابه كله جبار عنيد ذب القرآن خلى القرآن على نصب وجاء بالنبلة كان رجل رامي عند قوة بالرمي وجعل يضرب القرآن بالنبلة حتى مزقه ثم خاطب للقرآن قال لتهدد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد وقول لك هذا مسلم ترضى عليه ما شاء الله على الإسلام على كل حال فهذا ابن زياد التحق بالجناح المرواني فجهزوا من الشام جيشاً يقرب من اثنين وثلاث وثمانين ألف مقاتل لمحاربة المختار اثنين وثمانين ألف مقاتل المختار جهز بقيادة ابراهيم هذا البطل الهمام سلام الله على أبيه مالك الأشتر ليقول أمير المؤمنين كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله عقمة النساء أن تأتي بمثل مالك لو كان جبلاً لكان صلداً ابراهيم ابن مالك الأشتر كان قائد جيش المختار في معركة الخازر خازر منطقة قريب من الموصل الآن حالياً كان معه ما يقرب من عشرين ألف مقاتل فقط يعني صور ذولك ثمانين ألف ثمانين ألف وهو معه عشرون ألف كان القيادة الجيش الشامي مع عبيد الله ابن زياد ومساعده الحسين ابن نمير التميمي هذا اللي اعتقل المختار وهو الذي قال للحسين يوم عاشورة إن صلاتك لا تقبل هذا الحسين ابن نمير التميمي كان هو النائب ابن زياد في هذا الجيش الذي عداده اثنان وثمانون ألف التقل جيشان على قريب الفرات في منطقة الخازر وتعرفون كانت العادة في المعارك القديمة أن يبرز الأقران للأقران يبرز أشخاص مثل ما صار معركة بدر مثل كيف يبرز أقران لهم أقران فبرز أول ما برز من جيش الشام برز شخص من النواصب المبغضين لعلي سلام الله عليه اسمه عبد الله بن ضبعان نزل أو برز إلى الميدان وهو يرتجز أنا بن ضبعان الكريم المفضلي من معشر يبرون من دين علي يعني يبرؤون والعياد يفتخر أنه هو يبرأ من علي بن أبي طالب من برز إليه برز إليه الأحوص ابن شداد الهمداني رحمة الله عليه هذا كان مع إبراهيم ابن مالك كان من قادة الجيش برز إليه قال أنا ابن شداد على دين علي لأصلين القوم في من يسطلي بحر نار الحرب حتى تنجلي فالتفت إليه الأحوص قال ما اسمك أنت قلت ابن ضبعان اسمك شنو كذا ابن ضبعان شنو قال أنا منازل الأبطال يفتخر فقال له الأحوص وأنا مقرب الآجال فالتقي بضربتين فقتله الأحوص ابن شداد رحمة الله قتل هذا الشامي الناصبي مما كانوا مغرورين جيش الشام أنه هم 82 ألف وجيش المختار 20 ألف شنو هم قدام 82 ألف يعني قتلوهم سهولة كان ظن هالشكل فلما قتله الأحوص برز من جيش الشام شخص يقال له داود الدمشقي ونزل وهو يرتجز يقول أنا ابن من قاتل في صفين قتال قرن لم يكن غبينا بل كان فيها بطلا جرون مجربا لدى الوغا كمين فبرز إليه الأحوص وهو يجيبه يقول له يا ابن الذي قاتل في صفين ولم يكن في دينه غبينا كذبت قد كان بها مغبونا مذبذبا في أمره مفتون لا يعرف الحق ولا اليقين بئسا له أو بؤسا له لقد مضى ملعون ثم شد عليه الأحوص فقتله أيضا لما قتل رجع الأحوص إلى الصف إلى صفه فبرز من جيش الشام خرج مو من جيش من الجيش الجاي من الشام من خرج خرج الحسين بن نمير التميمي هذا يعتبر بعد ابن زياد أكبر رأس موجود في جيش الشام خرج حتى يعطي معنويات للجيش قتل ذاك الناصبي عبد الله بن ضبعان وقتل ذاك داود الدمشقي الآن هو برز حتى يعطي معنويات لجيش الشام ظن نفسه أنه قوي فبرز وهو يرتجز يقول يا قادة الكوفة أهل المنكر وشيعة المختار وابن الأشتري هل فيكم قرم كريم العنصري مهذب في قومه بمفخر يبرز نحوي قاصدا لا يمتري بعدكم فدواحد خليطلع فبرز إليه شريك أو شريك ابن خزيم التغلبي وهو يقول يا قاتل الشيخ الكريم الأزهري بكربلة يوم التقاء العسكري أعني حسينا غثنا والمفخري وابن النبي الطاهر المطهري وابن علي البطل المظفري هذا فخذها من هزبر قسوري ضربة قرم ربيعي مضري ثم تضارب فصرع وقتل الحسين بن نمير التميم قتله شريك في هذه الحالة ماذا جرى وقع الرعب في قلوب جيش الشام قالوا إذا صناديدنا راحت فألقى الله الرعب في قلوبهم صار يريدون ماذا الانسحاب فخرج ابن زياد يقول ابراهيم ابن مالك فخرج رجل في كبكبة حمراء كأنه بغل أحمر يقول تعبير هالشكل تعبير رواية وهو يحرض الناس أنه لا تهربون عودوا إلى القتال ارجعوا قاتلوا كذا يقول وأخذ يضرب بالناس يمينا وشمالا قل هجمت عليه فضربته ضربه أطرت يده طيرت إيده أبنت إيده فراح أخذه الفرس وسقط على جانب الفرات هجمت عليه قتلته فكشفنا عنه اللي ثام فإذا هو ابن زياد عبيد الله ابن زياد ذول الرأسين هاشتار احتزوا رأس الحسين واحتزوا رأس عبيد الله ابن زياد تعرفون مو أمس ذاك اليوم أول أمس قلت لكم الدنيا تفر ها ها تفر وقل الشامتين بنا أفيقوا فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فقل الشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا تدرون وقعت الخاذر في أي ليلة كانت كانت ليلة عاشور ليلة العاشر من محرم كانت واقعة خاذر فقتل ابن زياد واحتز رأسه في ليلة العاشر من المحرم وجاءوا به إلى المختار وهو رأس الحسين ابن نمير التميم وبعض الرؤوس الأخرى اللي هي أقطاب وقتل من جيش الشام في تلك الواقعة يقولون أكثر واقعتين عند العرب صار فيهم قتلا هي ليلة الهرير في صفين ومواقعة الخازر التي قتل فيها مالك ابن ابراهيم ابن مالك الأشتر مع جيشه ما يقرب من اثنين وخمسين ألفا من جيش الشام عدد موسى الروايات مذكورة أكو قول آخر يقول سبعين ألف منهم يعني ما رجع منهم إلا اثنعشر ألف فجاءوا برأسيه بالرؤوس إلى المختار وكان المختار كما ذكرت لكم أول أمس كان يتغدى ووضع الرأس أمامه فقال لقد جاءوني برأس ابن زياد جاءوا برأس الحسين عليه السلام إلى ابن زياد وكان يتغدى والآن جاءوني برأسه وأنا أتغدى ثم جرى أرسله إلى الإمام قلت لكم بأن الإمام أيضا كان يتغدى وأكو دعاء رواية مروية عن الإمام زين العابدين لما جاء له برأس ابن زياد قال عندما أدخلونا على ابن زياد وكان يتغدى ورأس الحسين بين يديه دعوت الله اللهم لا تمتني حتى تريني رأس ابن زياد فالله استجاب دعاء الإمام وذول القتلهم بعد وأختم حديثي بهذه النقطة صلوا على محمد وعلي محمد وأكذ المختار فتك بهم فتكا عظيما جزاه الله خير الجزاء المنهال من أهل الكوفة يقول ذهبت إلى المدينة عند الإمام زين العابدين سلمت عليه سألني عن أخبار المختار ما ذف على المختار قلت له إنه يفتك في أعدائكم فتكة قتل شمر وقتل فلان وقتل فلان وقتل فلان فقال جزاه الله خيرا ثم المنهال يقول التفت إلي قال ما فعل حرملا الله الله قد حارق قلب أهل البيت هذا حرملا كان فالإمام يقول له ماذا فعل حرملا قل المنهال قلت له لا يزال هارق بعد ما قبض عليه يقول رفع الإمام زين العابدين يديه قال اللهم أذقه حر النار اللهم أذقه حر الحديد قل دعا الإمام كرر الدعاء ثلاث مرات ثم انتهت زيارتي للإمام قل رجعت إلى الكوفة دخلت على المختار أسلم عليه وأبلغه سلام الإمام قل بها الأثناء علت الصيحة في الدار والجلب وإذا بالقوم ينادون يا أبا أسحاق لقد قبضنا على حرملا قل فقام مباشرة المختار صرخ علي بالحديد علي بالنار التفت المنهال قل قل سبحان الله الله أكبر قل التفت إلي المختار قال على ما سبحت تسبيح حسن بس شنو القضية حتى سبحت يعني لا بد أكون مناسبة قال بلى يوجد مناسبة أنا أخبرك بالمناسبة الشنو هي ما هي هذه قال كنت عند الإمام زين العابدين وأنا بعد نجاي من عنده وسألني عن حرملا فقلت له لا يزال حيا فرفع الإمام يديه بالدعاء وقال اللهم أذقه حر النار اللهم أذقه حر الحديد قول فبكى المختار وقال الحمد لله الذي استجاب دعاء الإمام زين العابدين على يديه ثم جاء بالمخبل حرملا ابن كاهل قل اجلس قفل المحاكمة انت كنت رامي ها كان شغلتك ترمي بالسياء معروف رامي بارع كم سهم رميت في كربلة دل رميت كذا سهم سبعة سهام ثلاثة منها طاشت واربعة أصابت بعض الرواية تقول انه السهم اللي أصاب قل السهم اللي أصاب اول سهم الذي رميت به عين ابو الفضل عباس هاي اللي طفاها وسهم اخر قتل به طفل ها والسهم المثلث ذو الثلاث شعب المسموم عجيب هالحقد على أهل البيت هاي اخ لا تأمن الدهر ان الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين اخنا على حطرة الهاتي فشتته وما ترى جامحا منهم بشخصي يا سادتي ألمن أبكي ولمن أنع أسن ألمن أنع أسن ولمن أبكي بجفنان من عيني قريحيني قل بعد قلت سهم المثلث المسموم في صدر الحسين اللي وقع في قلب الحسين لما وقف الحسين ليستريح وقف ليستريح سلام الله عليه بعد أن أضناه العطش وحر الشمس وثقل الحديد أوقف الطرف يستريح قليلا فرماه القضاء بسهم متاح فهو العرش للثرى ودلهمت برماد المصاب منها النواحي حر قلبي لزينب إذ رأته ترب الجاسم مذخنا بالجراح أخرس الخطب نطفا فدعته بدموع بما تجن في صاح إذ هذا السهم المثلث بعد قال لو السهم الذي ذبحت به الطفل الرضيع عبد الله الرضيع بعد الليلة الجمعة قال شوي الباب الحوائج رضيع الحسين أحرق قلوب أهل البيت حتى النحر الصوت الصوت خرج من نحر الحسين بني علي وسد رضيعي على صدري خليه بصدري بصدري خلي الرضيع ذبح الرضيع أحرق قلوب أهل البيت إبام يسأل عن الحرملة ايش سو سهم المثلث بقلب الحسين وشهم الرضيع التفت إليه المختار قال يا عدو الله ما رق قلبه بكل هذا القلب الخاسم ما رق ما زر عندك حالة من رقة القلب قال بلى انصاف صار عندي قال متى يا خبيث يا لحيب قال عندما امرني ابن سعد ان اقطع نزاع القوم قال بلى تدرون لما جاء الحسين بالرضيحة وقف ودع الاقوام يا لله للخطب الفضيع نبئوني انا المذنب ام هذا الرضيع لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع لك يشبه النبي لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين قال لما قال لي عمر ابن سعد اقطع نزاع القوم وضعت سهما في كبد القوس انظر اين ارمي هذا الرضيع يقول بين انا كذلك واذا بريح خفيف هبت كشفت البرقع عن وجه الطفل نظرت الى عنقه كأنه ابريق في الضي هو يحدث هاي يحدث اللعين يقول يقول المختار فسددتوا السهم نحو نحر ذاك الرضيع فذبحته من الوريد الى الوريد قال لازم متى رق قلبه قال هذه اللحظة قال لما احس الطفل بحرارة السهم اخرج يديه من قماطه واعتنق رقبة الحسين يودع يقول ابويا في امان الله أنا راية فاعتنق فاعتنق رقبة ابي الحسين وصار يرفرف كالطير المذبور وضع الحسين يده تحت منح رضيع حتى امتلأ الدم ورمى بها نحو الزم وقال اللهم لا يكن عليك اهوى من فصيل ناقة الصالح وليتلق يحسين دم الطفل بيد ايش حال ايش حال ليجتلب حضن اوليد يقول لما رمى الامام بذاك الدم لم تسقط منه قطر على الار المصيبة وين بالرضيع بعد واجرى عليها المختار سوى عليه وقتله بالحديد وبالنار لكن المصيبة اين لما رجع الحسين بالرضيع رجع رجع نخلي تحت ردائه وصل الى الخيم خرجت زينب اخي ابا عبد الله هل سقيت الرضيع اما انا اعطيتك هو عيناه غارتا في رأسه ولبن ما اكو بعد بصدر امه هل سقيت عبد الله الرضيع ما اقال اخي زينب انظري لقد ذبحوه من الوريد الى الوريد اتقل اخو يا طفل عني تغطي انا ما لقلب يحسين اصدلي اشوف اذبي حمار رجلين اخي زينب بل بل سيدي افا عبد الله نور عين زينب روح زينب الحسين قال اخي خذيه الى امي شوف الارضي بركة انت تعرفين كيف تخبري هالغبار يقول الراوي اخذت عبد الله الرضيع وضعت تحت ردائه ما ادري شلون حمل والرضيع والسهم بركبتها دخلت على امه الرباب قالت اخي رباب تدري ان هذا يوم مصيب قالت بلى قالت قتل ابو الفضل العب اسبل قتل علي الاكبر بلى قتل القاسم قتل فلان هنا احست الرباب احسها قلبها قالت اخي زينق وهل ذبح عبد الله قالت لها بلى بلى ادقل لو يبني 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 التسر قلبي بشر انا من تشوف يضحك الام من تشوف رضيح يضحك تفرح ادقل له يبني يالت سر قلبي بشر تكسر خاطري مذبوح شفت ايه اكسر خاطري مذبوح ايه 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 شفت ايه 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 قل لشنه الذنيب شنه الذنيب يبني العمل تل ما يحاضر ما شرب تقل لها يا دين يا دين قل للحر ما لو يا اخذته ضمته الى صدرها تقبل تشم اتقل اتقل لها يا ابني يا ابني يا ابني دايك ما يطيب ودا يبوك النوب داي الذي يفلش ولو سبع قلوب مقلوب حساب تحساب يا 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 ابو حساب طلع مقلوب تقل لها يا ابني يا عبد الله يا غالي انا قرباك ساهرت الليالي يا يا ورضيعه بدم الوريد مقذب فاطلب رضيعه يا الله اللهم بمصاب اهل بيت بيك بحق هذا الرضيع وحرقة قلب اهل الرسول على هذا الرضيع عجل فرج وليك صاحب العصر وولي الامر اشعالنا من اعواني وانصاري والذابين عنه والشهداء بين يديه بلغه منا تحية وسلامة اردت سلامه علينا اجعل حضرته المباركة راضية عنا يا كريم وفقنا لمراضيك جنبنا عن معاصيك ثبتنا بالقول الثابت على ولاية ومحبة وطاعة نبيك وآل وآل بيت نبيك صلواتك عليه وعليهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخر يا كريم من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجه يسر أموره شافيه مرضاه من كان في مجلسنا طالب حاجة اللهم فاقضيها له اقضي حاجة كل محتاج فرّج عن كل مكروب رد كل غريب فك كل أسير وسجين أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اشفي كل مريب خصوصا المنظورين منهم يا كريم آمنا وجميع المؤمنين في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ورد كيد أعدائنا إلى نحورهم يا الله المؤسسون العاملون الباذلون المساهمون الحاضرون تقبل أعمالهم ارحم أمواتهم أموات المؤمنين من مات على الإيمان نهد الجميع ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد